دلوقتي هنروح موجز لأهم الأخبار معلمية شكرا لك شازلي أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصة مصر على توفير المناخ الملائم لجذبي وزيادة الاستثمارات في جميع القطاعات لسيما البترول والغاز جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة عباتشي جون كريستمان من جانبه ثمن الرئيس التنفيذي لشركة عباتشي تجربة التعاون الإيجابية مع مصر على مدار العقود الماضية مشددا على التزام عباتشي بشراكاتها الراسخة مع مصر في ضوء توفر العديد من الفرص الواعدة لتحقيق اكتشافات جديدة في البترول والغاز الأمر الذي يشجع الشركة على تعزيز جهودها لزيادة معدلات الانتاج خلال الفترة المقبلة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وشدد مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي على أن هناك توقطات زمانية محددة لتنفيذ هذه التكلفات وستتم متابعة تنفيذية بصفة دورية وأضف رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذبا للإستثمارات والعمل على تسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة توفر مختلف السلع في الأسواق لسيما الأساسية منها تعقد لجان الحوار الوطني اليوم جلسات حول بعض قضايا المحور المجتمعي بشراكة ممثلي الأحزاب والقوى السياسية ومختلف أطياف المجتمع هذا وتعقد لجان أربع جلسات تخصص جلستين منها لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال وجلستين لمناقشة قضايا الهوية الوطنية اجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين والمغرب والأردن على همش الاجتماعات الوزرية التحضرية للقمة العربية في جدة وذلك في إطار التشاور المستمر لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية بما في ذلك تطور الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران المبرمة في مارس الماضي وتبادل وزراء الخارجية خلال الاجتماع وجهة النظر والرؤى في إطار العمل على الحفاظ على المصالح العربية المشتركة كما تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استمرار التشاور في إطار تلك الصيغة بما يضمن التنصيق المشترك من أجل مراعاة المصالح العليا المشتركة قال الجيش السوداني إن الموقف العملياتي مستقر بجميع الولايات عدى أجزاء من العاصمة مشيرا إلى توجيه ضربات لقوات الدعم السريع في شمال الجيل وجنوب الخرطوم ولفتا إلى سقوط قتلى بين قوات الدعم وأضف بين الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع أكبرت عددا من المواطنين على إخلاء منازلهم قصرا لاستخدامها كمقرات ونهبت محتوياتها إضافة إلى الاستمرار في تخريب المرافق الخدمية ونهب البنوك والمحال التجارية رياضيا تأهل منشستر سيتي إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه بربعية نظيفة على ريال مدريد في إياب الدور النصف النهائي للبطولة وأنهى منشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما برناردو سيلفا وفي الشوط الثاني عدد الفريق انتصاره بهدف عكسي سجله ميليتاو مدفع ريال مدريد عن طريق الخطأ في مرمى فريقه واختتم البديل الفريز التسجيل في المباراة بالهدف الرابع في الوقت بدل من الضائع وسيلتقي منشستر سيتي مع انتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم العاشر من يونيو مشاهدين انتهى موجز الثامنة وأوداري استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل